على طريق السلام يسير السودان بخطة ثابتة وإرادة قوية ترغب في رسم ملامح المستقبل بعيدا عن سنوات الحرب التي أجبرت الملايين على النزوح أو اللجوء وحصدت الأرواح خلال أعوام عجاف لم يعرف فيها السودان سوى التعب والمشقة الخطوة الجديدة نحو السلام جاءت مدفوعة بجلسة مباحثات عقدها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلوة جلسة بحثت الخلافات بشأن أعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين هذا السلام الذي باتت خريطة طريقه واضحة بعدما قطعت أشواط متقدمة في إطار أعلان المبادئ وبينما يعلم السودانيون أهمية هذه الخطوة في تحقيق السلام الشامل فإنه بانضمام الحركة الشعبية لعملية السلامة التي انطلقت عقب سقوط نظام رئيس السابق عمر البشير لن يتبقى من الحركات المتمردة سوى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور التي لا تزال ترفض الجلوس مع الحكومة في مفاوضات مباشرة وفي سبتمبر الماضي وقعت الحركة الشعبية الذات الثقة الكبير في جنوب كردفان ونيل الأزرق على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالعاصمة الإثيوبية أدس أبابا تضمنت ستة بنود تنص على التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ الموقع عليها هي فرصة تاريخية إذن أمام السودانيين لمعالجة أخطاء الماضي بحسن إدارة التنوع واستغلال المناخ الراهن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد